يعني طبعا معهم قائدة والشكبالة واردك لازم نقول للشكبالة للإحترام كله طبعا انه هو بيشتغل مع العيبة بشكل كويس يعني يعتبر أخوهم الكبير أبوهم طب سؤال في الحتة دي يا كابت وبرضو قبل مسألك عايزة أحمد يجيب لنا برضو من ضمن يعني حاجات يوسف أسامة لفت الأنظار قوي ماتش الأهل والزمالك أنا فاكر له الماتش ده بتاع جلت عشكبالة لما انطلق من ناحة شمال من وسط الملعب وأخذ سبرينت أخذ كل الناس ورده بالضبط وعملها عرضية لحطها الشكبالة دي بالضبط بتاعتمع لغت لما جبها لنا يعني شيكبالة النهاردة الراجل بيلعبهم من بداية المباراة أسريو بخبرتك بدون ما يعني شيكبالة محدش يختلف انه لعيب عظيم من فواكه كرة القدم عبر تاريخها يعني انت لو كوتش تبدأ بيه ولا تخليه احتياط استراتيجي عندك في جزء من المباراة لا انا لو انا موجود على الدكة او انا موجود بكوتش المباراة شيكبالة بتاع تلاتين دقيقة ايوة يعني شيكبالة نتكلم في تلاتين دقيقة يعمل انت عاشا يحرص الفارق طبعا طبعا حتى انت بتعمل معادلة هو في التوقيت ده ممكن تكون معادلة للبدنة بتاعه وزي المنافس ايوة يعني زي المنافس يكون هبت شوية المنافس فانت بتعمل مقارنة بين المعدلة البدني بتاع الشيكبالة مع المعدلة البدني بتاع الفريق المنافس وده المحل الأداء بيبقى ده شغلته بالزبط يعني اه بص يا كابتن المطلبكة بتاعته من وسط الملعب اه بص البص لا دي التانية كانت مش دي لا دي فيه واحدة غير دي يا احمد اه مش دي اه بتاعت البنك الاهلي اه بتاعت البنك الاهلي اه بتاعت البنك الاهلي فيه واحدة بتاعت البنك الاهلي خدها من نص الملعب ايوة بتاعة البنك الاهلي هتهالنا برضي اه اه صح صح يعني لو لا فعلا كابتن فاروق انه انه فريرة اظهر اللعيبة دي ما كانش جاهل جالها الى بيرامل زولة غير بيرامل طبعا من اللي عنده قدر انه هو في التوقيت ده في الهدف ده في التوقيت ايه احنا بنريجي نقيم الشيء هو مرتبط بحكتين بالحالة والتوقيت سبت يعني الحالة ايه اللعيبة دي حالتها البدنية او عاملة ازاي هي كان الحالة بالصالح ندزة ملك اه التوقيت بيبعض في التركيز فالتركيز كان في التوقيت ده كان لصالح ندزة ملك فالهدف هنا جاه بالزبط يعني لو القرى دي رحت العالية معلول مية وخمسين مرة مش هعملها كده ابدا مزبوط بالزبط بالزبط بالسبرنت العنيف ده بالزبط وكمان القرى العرضية وهو الولد فايق ودايس عالية وحطيتها في الارض اللي حطاها عالية وخلت جول برا حارس المرمى برا الموضوع او برا الهدف ايه طبعا كمان علي معلول الكورة ضغط عليه وتوقيت اخر المباراة شكبالا كان فيها نازل بقى له عشر دقائق اربع ساعة اه فالحالة المعنوية بتاعته الحالة البدنية الحالة المزاجية بتاعته اللي هو التركيز بتاعه بالعالي قدر يجيب الهدف اه 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 طبعا اه خلصان تاعم شريك الكوتش هو بيجي يقول له المنطقة دي كويسة الفرقة دي بتهاجم ففيهم ساحة وراء وراء المدافعين فاضية وراء الأطراف فاضية دي شغلت الكوتش ما المحلل المحلل بيبقى جاي وبيكتب له كل الحاجات دي ما عندك لعيب عنده المزباس عدو عالي تمركز هتشوف اين ده طالع الجيش بص انين يا كابتن ده جاي من اين جاي من تلت الملعب بص حيروح وحيعدي من ده كمان وحيعدي من ده طيب ده ده لعيب عنده كم سنة يعني انت يا كابتن فروق كنت تتمنى ان هو مثلا على الاقل كان يمضي سنتين مثلا على الاقل لنادي الزمالك وعلى اساس ان الزمالك ممكن بعد الموسم يبيعه يستفيد من فلوق وهو كمان يستفيده كمان ما يمشيش ببلاش وهو مش ببلاش صح هو ده الكلام المنطقي ده الاحتراف وده خير النادي عليه لانه لو لا النادي اللي اظهره ما كانش جاله الثمانية مليون ولا العشرة مليون ربنا بريك له يعني صح صح صح